السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه يا ربكم ونوب الف خير النهاردة احنا في فيديو دي مع بعض وفيديو النهاردة لسيدات وعالم تنظيم وترتيب مفيش بعد كده هتشوفوا معنا طبعا النهاردة تنظيفات واتغيرات واتجددات في منازل اتمنى ان هي تنردكم حتى طبعا لو بفاكرة بسيطة وهتجديدي بيها شكل البيت عندك بتفرق جدا يا اتعادوا نشوف كاسة هيدا دي مجموعة من المنظمات اللي موجودة عندها بدأت طبعا تغير شكل الديكور عندها في المطبخ اكيد طبعا الامكانيات المادية انا باتطفق جدا معاكم هتخليكي تعملي حاجات كتيرة جدا لكن صدقيني ممكن برضو فاكرة بسيطة تقدري تزيني عندك البيت واتجددي واتغيري في الديكورات المناسبة لشكل البيت عندك تعالوا مع بعضك هنكمل الفيديو نهاردة ونشوف احداثكم ماشية ازاي واتمنى لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش دعموكم اللي يبدو القناة هنا باللايك والاشتراك معايا بلسه مشتركتوش وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بالفيديوهات اليومية اللي انا بنزلها معاكم ونشوف مع بعض كده شكل الروتين والتجديد والتنظيم في المنازل دي بيكون عامل ازاي مع طبعا مجموعة من الافكار والديكورات الى عصرية والمودرن جدا اللي بتغير لك شكل البيت يعني دلوقتي المنظم بتاع المعالق ده مالي لأسواب كمية كبيرة جدا وسعره كمان بسيط قوي يعني مزايمة كتير جدا منكم ممكن يعتقد ان معظم المنظمات دي بيكون سعرها غالي ومش اي حد يقدر يشتريها بالعكس يمكن حتى كمان مالية دلوقتي الارصفة والشبارع والناس البسيطة جدا اللي بيبيها المنتجات دي قعدة ومالية الدنيا كلها فطبعا دلوقتي يا جماعة ممكن تستعيني المجموعة من المنظمات دي حتى كمان الشرط تجيبي المنتج الاصلي من الفروح طبعا القيمة اللي احنا عارفينها ممكن تجيبي المنتج التقليد منه ويصدقيني برضو بيديك نفس الجودة ونفس الكفاءة يعني في التنظيم والفكرة كمان بيكون رائعة جدا نشوف مع بعض طبعا دلوقتي مجموعة من الحلويات المميزة اللي تفتح النفس وطبعا بقى كمان نشوف كده تنظيم الرف ده وازاي يبدأوا يحطوا فيه كل حاجة بشكل منظم وشيء جدا حتى كمان لو الفكرة كانت بسيطة لكن عما المنظر العام والتنظيم والترتيب بيفرق جدا معنا حتى كمان تقديم كاسات القهوة أو فنجين القهوة وجنبه كمان كاسة الميا بتفرق جدا ونشوف كمان هنا راست الكاسات دي بطريقة حلوة جدا وشكلها وسطيلها مودر ناوي طبعا بقى أحكام وأشكال كتيرة جدا وألوان كمان مختلفة لكن كلها فعلا بتضيف لمس السحرية كده للمكان عندك طبعا ده أشبه كده عندنا هنا في حاجة في مصر اسمها نيش بنحط بقى فيه كده كاسات واطباق وحاجات ممكن تكون طبعا سحرها غالي جدا وتلاقي بقى الواحدة من دول عين الحاجات دي كلها وقفلة عليها وبمنوح أي حد يلمسها في البيت ويعني لو حد يلمسها أو يدوب نطلع ممكن منها في العزومات المهمة جدا لكن طبعا بقى ده بخلاف الأباء والكاسات اللي موجودة عندك في المطبخ اللي بتطلعيها طبعا بصورة يومية تعالوا نشوف هنا كده تنظيم المطبخ وكمان تقديمات تانية للقهوة بس بشكل مختلف شوية شايفين المنديل والصانية الصغيرة وكمان قطعة من الحلويات يعني شكل الصانية كده عمتا يفتح النفس حتى كمان لو التقديمة بتاعته بوسيطة جدا ندخل كمان دلوقتي كده ونشوف فكرة تانية وزي ما احنا عارفين السيدات التركية بتحب تبدع في أبسط الإمكانيات حتى كمان يعني هنا في إنجاني القهوة ببتقدموش كده وخلاص لكن لا بتخلي لك الصانية شكلها مميز جدا ندخل كمان دلوقتي مع السيدة دي وتنضيف طبعا البلاكونة بتاعتها أو التراس الواسح ده بدلوقتي طبعا بقى حضاية الخرطوم والمية ويلا بينا نمسح الصور كويس جدا ونمسح الأرضيات واللمع كل حاجة ونخليها بتبرق كده والدنيا زي الفل ونشوف هنا كمان دلوقتي كده مع بعض السيدة تانية والروتين المميز لها وازاي طبعا بتقدر تتغلب على أصعب الدهون اللي موجودة عندها في المنبخ يعتبر كمان ما فيش دهون إلى حد ما وده يرجع لإيه لإن هي طبعا سد شطرة جدا إيديها في بيتها ومبخة باستمرار ومستحيل تلاقي عندها أي كمية من الأتربة أو الدهون في أي مكان ترجمة نانسي قنقر وطبعا تنظيفات كمان الريسابشن دي من الحاجات المهمة جدا خصوصا طبعا نهم أكيد كل يوم بيكونوا مقضين وهناك فطبعا بقى من الحاجات اللي لازم أن تعملها روتين بصورة يومية وطبعا هنشوف دلوقتي شكله مع بعض وقد إيه شكله اختلف بعد كمان الترتيب بتاعه وإن كل حاجة كمان فعلا واضح عليها شكل النظافة شكرا دي دلوقتي طبعا كنا بقى تقدمات الفطار معانا بشكل بسيط بس عمتا شكل الأطباء يفتح النفس جدا هو ده أكيد اللي كل واحد فينا بيحلم بي فطار يكون شكله يعني بسيط بس يفتح النفس زي اللي معانا دلوقتي ونشوف هنا كمان كده السائدة دي معا بنتيتها يغطرها تسعيدها ويعملوا معانا مجموعة من المعاجنات شكلها عامل ازاي شكرا وطبعا الشكل في النهايك اللذيذ جدا وهيقدموها أكيد بجوار كده جساة الشاي اللي تفتح النفس ونشوف طبعا كده بقى التنظيف اللي ما بيخلصش أبدا تنظيف الأرضيات ورق غسالة ورق تلاجة الشجل اللي ما بيخلص طول النهار في البيت ده شكرا 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 شكرا